اهلا وسهلا بكم مرة اخرى الاسلام الذي بشر النبي انه سيبلغ كل الدنيا هل هو الاسلام اللي احنا عايشين اليوم القتل والتفجير وقطع الرؤوس والارهاب اللي احنا عايشين اليوم يترى هو الاسلام اللي حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبشر العالمين هو النبي يسوق بشارة انه هذا الدين سيبلغ الليل والنهار هل الاسلام الذي بشر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نراه اليوم عشان نجاوب على السؤال وغيرها من الاسئلة انا يشرفني اليوم ان يكون ضيفنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الداعية حمزة يوسف والشيخ الداعية حمزة يوسف هو رئيس كلية الزيتونة في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية فمرحب بكم سيدي اهلا وسهلا لكن قبل ما ادخل في الحديث حصل معك حادث سير كان سبب في اسلامك نعم سيارة بدقائق كيف تقول والله كنت شابا يعني كنت في حادثة فبدأت افكر في ما وراء الموت وهكذا فدرست يعني الاديان انا امي ربتني على ان جل الناس في العالم يدينون بدين ورثه يعني ما فهي هكذا ربتنا تورثوا لم يفكروا فيه نعم فالحمد لله يعني قرأت الكتب يعني القرآن واسلمت الحمد لله بفضل الله وكم كان عمرك لما يعني ثماني عشر لما اسلمت بدأت يعني بحثي في سبع عشر عمرك سبع عشر عام ولكن اسلمت في يعني ثماني عشر طيب سبع عشر عام بدأت البحث عن الاسلام نعم فهداك الله عز وجل انا اردت البحث عن الحق فقط مش اسلام نعم فوصل بك الحق الى الاسلام هكذا سؤال فضيلتك ايو لو كانت صوت الاسلام الموجود اليوم نعم هي التي تعرفت عليها لما كان عمرك سبع عشر عام نعم كنت ستسلم والله انا سبحانه فيه ناس ما زالوا يسلمون رغم هذا يعني كله الناس ما زالوا يسلمون فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى جميل لكن فعلا هذه العقبات التي هؤلاء جعلوا امام الدعوة عقبات عويصة صعبة تجاوز الآن شو نظرة الناس غير المسلمين نحن لا نريد غرب يعني تغير كثيرا يعني في اوروبا وفي امريكا هناك الآن الكره يعني بدأ يبرز ما في شك يعني ان يكرهون المسلمين والمسلمون للأسف الكثير منهم يكرهون هؤلاء فنحن الآن في ورطة يعني هذه الكره المتبادل سيؤدي الى الفناء والى الحروب والى هذا الجنون يعني لان الله سبحانه وتعالى هو خرق هذا الارض وجعل عليها بشرا من اختلاف الانواع واشكال وحتى الالوان والسنة هذا كله نوعنا الله سبحانه وتعالى لي حكمة ثم يعني امرنا ان يعني نبحث عن الحق وكذلك ان الله سبحانه وتعالى هو اراد من الانسان ان يعني يعيش في اسلام وهذا استسلام للطبيعة طبيعة الانسان المسالمة الانسان ليس محاربا بطبيعته يعني القتل شيء كبير ليس متوحش ليس متوحشا بطبيعته هو الانسان هو سمي انسانا على قول للانس لانه يستأنس باخيه فهذا يعني ولكن مع ذلك عندنا في تركيبنا عندنا قوة غضبية هذا الاخلاقيون سموه القوة الغضبية اذا القوة العقلية لا تسيطر على هذه القوة فالانسان فعلا يتوحش هناك قوة شهوانية هم هكذا ثلثوا والعقلية هي التي الله سبحانه وتعالى كلفنا بها يعني العقل هو مناط التكليف بدون عقل ليس هناك التكليف فكل انسان له عقل فاذا هو لا يقمع شهوته وغضبه لهذا العقل يتوحش وهكذا يصير كما نرى في العالم الآن طيب الآن هذه الصورة المستمدة من الإسلام وانا اقول الاسلام بين قوسين يقتل باسم الإسلام ويفجر باسم الإسلام هل هذا هو الفهم الإسلام الذي انت قرأت عنه كمحايد؟ هو أولا لما الله سبحانه وتعالى قال اني جعلهم في الأرض خليفة هم الملائكة سألوا استفهاما أتجعل فيها من يفسد فيها ويصفك الدماء؟ هم سألوا على قول أنهم قاس على الجان الذين كانوا من قبلنا في الأرض وعلى قول أنهم فهموا أن هذا الشيء سيحصل لكن المهم هذا السؤال هل تجعل فيها من يفسد فيها الفساد ويصفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فكأن هذا مهم جدا أن الإنسان يفهم أنه خرق للتسبيح والتقديس وليس للفساد ويصفك الدماء والله سبحانه وتعالى حرم القتل إلا بحق والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان ستكون له فسحة يوم القيامة ما دام لم يصفك الدم فإذا سفك الدم فهذه صعب جدا يعني يبقى عنده أمل بالنجاة بالنجاة ما دام لم يصفك الدم فإذا سفك الدم أغلق الباب يعني الصحابة ما قتلوا كثيرا يعني نحن إذا ننظر إلى السيرة النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة هناك 29 غزوة من هذه الغزوات لم يحدث القتل فيها إلا في 11 فقط فمعنى الثلاثاء الغزوة لم يحدث أي قتل ثم من الإحصاءات التي إذا نحن نحصيها من خلال الكتب نجد أن أقل من 200 من الصحابة ماتوا في 23 سنة يعني مثلا في غزوة الخندق حيث جاء بالآلاف هذا أكبر غزوة من ناحية القدر والعدد مات ستة فقط في غزوة الخندق نعم الله سبحانه وتعالى هو الذي كف أيديهم عنكم هذا الرحمة من الله أن يكف القتل والذبح والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب القتل قال لا تتبنوا لقاء العدو هذا ورد في البخاري فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقكم ولا ترجعوا بعد كفارة يضربوا بعضكم بعضا يعني الآن المسلمون كأن نزعت عقولهم نحن نرى القتال به والله هؤلاء في اليمن وهؤلاء في السوريا من سنتين أو من سنة أو من أقل يتجالس ويتكلم كبشر وعندهم ما توحدهم من العادات والتقاليد اللسان والجو والبيئة فالآن خلاص يتقاتلون بهذه الطريقة العشوائية ما سبب نزع الرحمة من قلوب البشر لهذه الدرجة؟ هو أولا الفتن يعني الفتن شيء ويعني من ناحية إذا ننظر من ناحية اللهوتية فقلهم من عندي أنفسكم يعني الذنوب كثرت والناس والضغط على الناس يعني الناس فعلا هناك ضغط شديد على الناس عندنا في العالم الإسلامي وأنا كنت أتكلم عن هذا من عشر سنوات في الغرب أن أنتم لا تعرفون الضغط على المسلمين على الشباب وعلى الشعوب فإذا نحن لا نفس عنهم يعني هذا سيؤدي إلى انفجارات عقلية انفجارات عقلية وهي التي تؤدي إلى الانفجارات البدنية فلا بد من التنفيذ هل ترى سيدي أنه ما زال هناك فسحة لخطاب العلماء خطاب المنابر الإعلام المشايخ الدعاء هل ترى أنه ما زال مجال فسحة أم ترى أن الأمور قد أغلقت وأن صوت السلاح هو الذي يعلو على كل شيء ورغبة القتل والتشوف إلى الدماء لكن يحتاجون إلى مبرر فيقولون الإسلام هو أولا جل المسلمين الآن لا يقاتلون لازم نفهم هذا هذا ما زال نسبة لكن المشكلة أن شهريا هناك أناس من يجند هم يقتلون أناسا ثم يجندون من جديد أناس وهكذا الدائرة مفرغة لكن الدم يعني الإنسان يتعب من هذا الشيء لا يمكن أن يستمر عليه الحروب لها مدة ثم لازم تنتهي لأن الإنسان يتعب من هذا الشيء لكن أنا أظن أن العلماء حقيقة أنا ألوم العلماء في أشياء كثيرة أولا فتح باب العمليات الانتحارية لأن أنا لما بدأت هذه العمليات جل العلماء الذي سمعت منهم كانوا يحرمون هذا الشيء وإذا تنظروا إلى الفتاوى قديما كلهم قالوا هذا لا يجوز والانتحار لا يجوز ماذا تغير لماذا بعد ذلك لماذا أصبح حلالا نعم لماذا كان حراما ثم كان حلالا هذا يقع كثيرا مثلا لما ظهرت الفوتوغرافية يعني التصوير في البداية كثير من العلماء حرموا ثم بعد ذلك لما الديشات أنا أتذكروا لما الأطباق في المغرب يقول أطباق هنا سحون أطباق أقرب للفصحة لأنه هو مقوس لكن لما ظهرت هذه الديشات أنا سمعت كم من خطب من العلماء بحرمتها ولا يجوز خلاص الآن كل البيوت حتى بيوت الدعاة كل البيوت أدخلوها الناس والآن ترى النتيجة أبو القاسم الحكيم هذا من كبار علماء آسيا وسطى أبو القاسم الحكيم السمرقندي وهو تلميذ أبي منصور الماتوريدي العالم الجليل في التوحيد هذا قال الفتن كلها تنشو عن ثلاث الفتن هذا يعزوه أبو حمد الغزالي في محك النظر يقول الفتن كلها من ثلاث قضايا تنشو عن ثلاث عفوا في كتابه عن مرآة الملوك فيقول ناقل الأخبار وطالب الأخبار ومتلقي الأخبار فالفتن كلها ناقل الأخبار وطالب الأخبار ومتلقي الأخبار فمعنى إعلامية إعلام فنحن الآن دخلنا في عصر الفتن لأن للأسف الشديد هذا ينشر هذه الأخبار ويشوش الناس واستفزازي هؤلاء يحبون الاستفزاز ودائما يتكرمون عن الشر ولا يذكروا شيئا من الخير يعني كل الأخبار سيئة فإذا واحد ينظروا إلى الأخبار سيظن أن هذا الدنيا فقط مجانين لكن في الحقيقة مثلا أنا أقول لك أنا أسأل الناس كيف منطقة فلانية أنا رأيت أشياء قال لا 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 هادي جدا ما في شيء هذا إعلام هذا كثير أسمعه هذا من الناس فمعنى أن الإعلام لها دور عظيم جدا في هذا الفساد في تهدئة الناس أنا ألوم الإعلام وألوم كذلك يعني حكام المسلمين لم يعتنوا بالإسلام من زمان هم أهملوا هذا الجانب خوفا لأن الإسلام السياسي الذي يطالب الحكم والكرسي وقديما العلماء كانوا يعني يبتعدون عن هذا الشيء يريدون إصلاح المجتمع فقط فقط لا يريدون الحكم ولا يريدون يعني الذي يفهمه طيب هذه النقطة نريد أن نوضحها أكثر أنه في العشر سنوات السابقة والخمسة عشر عام سعت كثير من الحكومات إلى عزل الدين من أجل أن ننشئ مجتمع يسمى مجتمع مدني فكانت النتيجة أن العاطفة الدينية بقت موجودة لدى الشباب ولكن أسيئ توجيهها فكانت النتيجة تكفير الحكومات وتكفير الحاكم وتكفير الدول ثم بعد ذلك الوقوع في التفجيرات ما تعليقك سيدي على من يقول أن المجتمعات اليوم لديها جرعة زائدة من الدين فلابد أن نقلل الدين مرة أخرى هل هذه وصفة صحيحة؟ هو عكس لازم نزيد الدين المشكلة قلة الدين وقلة فهم الدين لأن الشعوب المسلمة متدينة بالطبيعة فإذا لا تهملوا جانب التربية قديما كان يقول التربية والتعليم نربي ونعلم ليس فقط العلم التربية كذلك والتزكية هذه الأشياء غابت من العالم الإسلامي التزكية الآن كأنها غير موجودة طيب هناك حرب على التزكية بحجة أننا نحارب يعني أنها ليست من الإسلام الإسلام تصلي وتصوم أنا لا أظن أحد يقول قد فلح من زكاها يعني هذا نصر قرآن يزكيها فقط صيام وصلة لكن مجالسة العلماء مخالطتهم أدب الحديث أدب الحوار أدب الاعتراض أدب السؤال يقول لي هذا هذا الذي يقوله هذا لا يعرف شيئا عن سيرة السلف ولم يقرأ شيئا عن سيرته يعني هذا ابن المنكدر هذا أستاذ إمام مارك إمام مارك يقوله كنا نذهب عنده فنحقر أنفسنا أياما يعني بمجرد أن يجلس مع هذا عالم الجليل في المدينة كان يخرج ويحقر نفسه أياما هذا أهمية التربية لكن يعني رجوعا إلى هذا الكلام حول الإسلام السياسي يعني نحن لا ننكر أن السياسة جزء من الإسلام لا ننكر ذلك ولكن ليست كل الإسلام لكن هذه الأحكام يعني تسمى عندنا الأحكام السلطانية هذا مثلا الماواردي وأبو بكر الطرطوشي كثير من العلماء كتبوا في هذا الشيء يعني وإمام الحرمين والغياثي الغياثي نعم فلكن هذا تختص بسلطة نعم لا تختص بنا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرويبضة في آخر الزمان يخرج الرويبضة السفية يتكلم في أمر العام يعني فلا يخصه فالآن كل واحد يدرجس في السياسة وكان يحل المشاكل أنا مرة كنت في مقهى إعجاب كله لرأيه لرأيه أنا كنت في مقهى فرأيت واحد من يعني خدم في موظف فهو يأتي بالقهوة فيتكلم عن واحد سياسي في الشاشة ويلومه ويقول هذا لا يفهم شيء وهذا أنا قلت له للأسف أنت هنا قهواجي وهذا السائس كان مفروض أنت السائس وهو القهواجي يعني كل الناس هكذا يظن أنه بسهولة ثم شيء آخر ولكن الله ذو فضلا على العالمين إقامة الحكومات أنا كنت أمشي في الكورنيش البارحة مع زوجتي بأمان في الإمارات العربية المتحدة وأقول سبحان الله الناس لا يقدروا شوف هذا الجمال شوف هذه الخدمات يعني حقيقة خدمات المرافق والأمانات التي تجدوا في هذا البلد هذه خدمة عظيمة جدا الناس لا يقدروا هذا شيء يعني يشتكون من الحكام ولا يفهمون أن أولا الإمارة صعبة جدا أي واحد أنت مارست فأنت تعرفه تماما أنت تمشي بهذه الأثقال هم العرب يسمونه الوزير لأنه يحملوا الوزر والأثام ولا يناموا مرتاحة الحاكم لا يناموا مرتاحة هم يظنون أنهم يتمتعون فقط في القصور وهكذا هؤلاء يحملون أعباء جدا ونحن لازم نطالب إصلاحهم بالدعاء ونفهم هذا الشيء ما قلت الإمام الشافعي لو كانت لي دعوة مستجابة لخصصت بها ولي أمر نعم كثير قال هذا الشيء السؤال أريد أن أختم به لماذا اليوم إذا دعوت إلى ولي الأمر البعض يقول لك أنك تنافق وأنك تريد أن تتملق علما بأن دعوت أنا أريد شيء أنا أريد واحد من المهندسين الصوتية أنهم هندسة صوتية أنه ينظروا إلى التأمين في الحرم المكي في رمضان لم يقول اللهم حر الفلسطين آمين والأرفع ترتفع لم يقول اللهم أصلح ولاة أمورنا آمين نعم كيف نحر الفلسطين إذا لم يصلح ولاة الأمور ولم ندعو لهم هذا في مصلحتنا أبو بكر الطرطوشي قال أحمق الناس من داع على الحاكم أحمق الناس لأنه داع على نفسه نعم من حيث لا يشعر هو داع على نفسه الحكام نحن نطارب منهم يعني أن يصلحوا نحن نريد الإصلاح منهم لكن كذلك لازم نفهم كيف ما تكونون يولى عليكم وهذا أبو بكر الطرطوشي قال كنت أتأمر هذا الكلام بين الناس لأن فيه ضعف في السند على كل حال هو قال حتى ضفرت على معناه في كتاب الله سبحانه وتعالي وكذلك أن نولي بعض الظالمين نسأل الله عز وجل أن يصلح ولاة أمورنا أجمعين نحن في ختام هذا اللقاء لا يسألنا أن نتقدم بالشكر إلى فضيلة الداعي الأستاذ حمزة يوسف من الولايات المتحدة ولاة كاليفورنيا وهو رئيس كلية الزيتونة شكرا لكم سيدي جزيلا مرحبا شكرا ونسأل الله تبارك على أن يوضح لنا الحقائق الإسلام الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام قطعا ليس هو الإسلام الذي نشاهد اليوم على شاشات الإعلام هناك حملة تزوير وتشويه لصورة الإسلام ليس هذا هو الدين الذي بشر النبي عليه الصلاة والسلام القادمين بأنه سيصل إليكم لو كان دين القتل والتعذيب والتشريد لما كانت هناك بشارة نسأل الله أن يبشرنا بكل خير وأن يوفقنا لحمل رسالة الإسلام وأدائها على النحو الذي يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته